إِلَاهِ وَكُنتُ أُنَاجِكَ يَا مَنْ تَرَى حَفَايَ الْقُلُوبِ وَلَسْنَا نَرَكَ وَكُنتُ أُنَاجِكَ يَا مَنْ تَرَى حَفَايَ الْقُلُوبِ وَلَسْنَا نَرَكَ أُحِبُكَ حُبَّيين حُبَّ الْهَوَى وَحُبَّا لِأَنَّكَ أَنْلٌ لِذَاكَ فَأَمَّ الَّذِي ذُوَى حُبُّ الْهَوَى فَشُبْلِي بِذِكْرِكَ عَنْ مَنْ سُواكَ وَأَمَّ الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ فَكَشْفِكَ عَلِلْخُشْبِ حَدَّى أَرَاكَ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في هذه الحلقة نسلك مع خضراتكم طريقاً جديداً إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون في آيات الله لهم مقام ولهم أحوال وما ذكر من سيرهم وما ذكر أيضاً في مآثرهم ذكر لنا عن الأولين وعن التابعين وعن السلف الصالح وعن أهل الله والعارفين حول التصوف وحول التقرب إلى الله وحول طريق ينتهجه المسلمون عبر العلم والفهم والفقه والحكمة ولكننا نتوقف في هذه الوقف معكم بمرجع المراجع فيما ذكر عن الإمام الجنيد رحمه الله وكما نقل لنا الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله في رسالته القشيرية تحدث عن التقوى وجعل للتقوى باباً وإن التقوى هي الباب الأعظم لله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم لكننا في هذا نقرأ ونتذكر ما ترك لنا الإمام القشيري يقول إن حقيقة الاتقاء هي التحرز بطاعة الله عن عقوبته فالتقوى جماع الخيرات كما يقول إن أصل التقوى اتقاء الشرك ثم بعده اتقاء المعاصي والسيئات ثم بعده اتقاء الشبهات كذلك يتحدث ويقول إنه سمع أو نقل عمن سمع عن سهل بن عبد الله يقول لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر عليه يتحدث في هذا ويقول وينقل أن الدنيا قد قسمت على البلوة كما قسمت الآخرة على التقوى في هذه الحلقة سيكون لنا مسارا في هذا وطريقا جديدا نتقرب به إلى الله من مملكة الدرويش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في هذه الوقفة ضيفي عالم من أعلام الدنيا وليس فقط عالم من أعلام مصر أو الوطن العربي القارئ الشيخ عبد الفتاح الطروتي أشرقت أنوارك يا مولانا بارك الله فيك أشكرك على هذه الاستطافة قدم الجميلة الطيبة ليه هذا حقك وهذا مقامك جزاكم الله خيرا الله يخليك نولنا الطريق إلى الله والطرق إلى الله يعني بعدد البشر وبعدد ما خلق الله سبحانه وتعالى لكن طريق القرآن الكريم يعني نحسبه عند الله من أعظم الطرق إن لم يكن الأعظم على الإطلاق في تلاوات القرآن وفي حفظه وفي تجويده وتفسيره وحسن تلاواته وحسن تدبره ومن جلمال التلاوة جلال التدبر أيضا في هذا المقام القارئ القرآن والشيخ عبد الفتاح طروتي حين يقرأ القرآن يكون في عزلته صوفيا أم يكون على علم يعني يبحث على أن ينفع الناس به أم أن كل هذا قد يندرك تحت بند الصوفية أولا ربنا لما قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيله كل واحد يوصل لربنا بالطريق سبيل المناسب السهل بالنسبة الله لم يجعل هناك طرق معينة صعبة بها الوصول إليه على بعض الناس لكن أنت تصل إلى الله بالصدقات هذا يصل إلى الله بصلاة الرحم هذا يصل إلى الله بحب النبي هذا يصل إلى الله بالقرآن هذا يصل إلى الله بالصلح بين الناس في طرق كثيرة توصل إلى الله تبارك وتعالى يعني يا ربنا محجمهاش أو ضيقه أو ألمكنش الطريق ده هتصل منه يوم ما مش هتصل لا قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيله وجد بصيغة النكرة طريق طريق فكل ما يصل إلى الله تبارك وتعالى هو سبيل سهل ما هده الله تبارك وتعالى له حتى أن أبواب الجنة لم يجعلها باباً واحدة إنما جعل ثمانية أبواب وكل واحد يصل إلى الله حسبما طاقت نفسه وتحملت روحه ففي واحد يتحمل المشاق والصعاب واحد عاوز يصل إلى الله بطريق سهل وميسور طيب يا سيدي مش هنشق عليك عليك أن تصل رحمك من أراد أن ينسأ له في أجله وأن يوسع عليه في رزقه فليصل رحمك ما قلناش لك روح إد الغرب ولا إد البعيد بس صل أرحامك سيزيد الله في عمرك وسيزيدك رزقاً وسعاً طيب كلوب العارفين كما قيل لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين هيقول لك ده برضو كلام الدروشة لكن أنا بقول القرآن بيقول إيه بيقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل كلوب التي في الصدور ففي هناك من يرى بقلبه وللقلب عيون وهذه العيون لا تبصر إلا إذا رقت هذه الكلوب وصفت ونرجع بالكلمة صفت دية التي جاءت من الصوفية الصوفية لما تحدث عنها الأولماء هل هي جاء من الصوفة التي يضربها الهواء فتميل حيث مال بها الهواء إلى الله تبارك وتعالى أم هي من الصفاء والنقاء أم هي من صفاء النفسي ومحاسبتها أول بأول مع الله تبارك وتعالى فيتحول هذا العبد إلى عبد رباني وكما قيل إن من الناس أناسا لو رفعت حواجبهم لقضيت حوائجهم ما تكلموا بلسان إنما تكلموا بالقلب إن القلب كلما ذكر كلما اتسعى الله كلما صفى كلما رق فرأى ما لا يرى للنظرين هذا القرآن يرقق القلب لما نزلت الآية إن في قلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في قلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سن النبي قال يا عائشة لقد نزلت الليلة آية ويل لملاكها بكفيه ولم يتدبرها بعقله إذن التفكر في قلق السماوات والأرض شف هذه الخلوة بداية الوصول إلى الله تبارك وتعالى أن يكون هناك أن يخلو الإنسان بنفسه أن يخلو الإنسان بنفسه فيتدبر ويتأمل سبحانك يا عربي الأعربي حين سئل كيف عرفت ربك قال سماء ذات أبرج وأرض ذات فجاج وأبحار ذات أمواج البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير ونام بالله إذن ما دام هناك ما يصلون إلى الله تبارك وتعالى فسترتبط القلوب بالله تبارك وتعالى والشقاء يأتي حين ينقطع الوصل بالاتصال بالله تبارك وتعالى فالوصل بالقرآن بالذكر بالتسبيح بأن ينشغل الإنسان بربه ينشغل عن الناس لا ينشغل بالناس ولذلك يسألون أحد الزهاد يقولون ما لنا ندو الله فلا يستجيب لنا قال لأنكم أصبحتم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبك فحين ينشغل الإنسان بعيبه يرى أنه على خطر وأنه على حذر وأنه بعيد عن الوصول إلى الجنة فهذه الخلوة هي طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى لقد كدنا أن نرى في صحابة رسول الله كمة التصوف قبل أن نرى في زماننا هذا واسمحي لنا أن ننهى أضيف حاجة أهل التصوف كانوا موجودين مع رسول الله وكان يجالسهم وجاء القرآن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يفارقهم إزاي كلام ده؟ قالوا إيه؟ لما سيدنا النبي كان بيدعي سادة القريش فسادة القريش تأففوا أن يجلسوا في المجرس الذي يجلس فيه الفقراء والمساكين قالوا للنبي اجعل لنا يوما واجعل لهم يوما ما نعودش جنب الغلابة واللبسين الخيش والخشن هم زاهدوا في الدنيا صحيح اجعل لنا يوما واجعل لهم يوم لا نجالس هؤلاء فلزل القرآن ماذا قال؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضًا بِبَعْضٍ لِيَكُولُوا لِيَكُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ فتن الله هؤلاء كبار القوم بالفقراء قال لهم دول اللي ربنا رضي عليهم أكثر مننا إحنا فربنا بيقول أليس الله بأعلم بالشاكريم فكان سيدنا النبي قال لهم اتفضلوا وانصرفوا وتعالوا في يوم تاني فأراد الله أن يرد إليهم حقهم ماذا قال الله؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّقْمَةِ السلام جاء لهم من الله قبل أن يأتي لهم من رسول الله وكأن ربنا بصالحهم والخطركم عندي أكبر أكبر لأن هناك أناس يكسون أنفسهم بجسده بطوله بعرضه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد سيدنا عبد الله بن مسعود فوق النقلة فضرب الهواء طرف ساقه فضحك الصحابة من دقة ساق سيدنا عبد الله بن مسعود قال أتضحكون على ابن مسعود؟ والله إن ساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل يأخذ يوم القيامة إذن لا يقاس الإنسان بوزنه إنما يقاس بقلبه يقاس بعلمه يقاس بصلته بالله تبارك وتعالى هنا الموازين مختلفة نحن نزل الناس بمناصبهم بأموالهم بما أوتوا من مال من عقار لكن هناك ميزان الله مختلف ثم قرأي قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثكلت موازينه فأولئك هم المفرحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالد عوذ بالله ابنا يحفظنا منها ويحفظك يا ربي مولان الشيخ عبد الفتاح تحديدا كيف يرى أن الإنسان يمكن أن يصل إلى هذا المقام الارتقاء وصولا إلى أن يكون للإنسان كرام من الله سبحانه وتعالى إن الله أخفى أولياءه في خلقه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد هل الأولياء معلومين؟ لا مجهولين في البشر لا نعلمهم لكن الله يعلمهم الله يعلمهم إذن الولي يصل إلى درجة الرقي بمحاسبة النفس يرى في نفسه النقص يرى في نفسه التقصير يرى في نفسه أنه لا يرقى لدخول الجنة مقصر أقل من أن تخيلي العصاه والمذنبون يقول إن لم تشملنا رحمة ربنا يغفر لمين وسمح مين والطائع القائم الصائم المستقيم يرى في نفسه النقص والتقصير دائما لماذا؟ لأنه ده سبيل الوصول الله تبارك وتعالى القضية أنني لا أتي في رمضان فأقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة وأسوه وأتصدق وأعمل موائد إفطار فإذا منتهى رمضان عدت إلى عصياني وعدت إلى القطيع بيني وبين ربي رب رمضان هو رب بقية الشهور لذلك خير الأعمال أدومها وإنقلت خير الأعمال أدومها وإنقلت كثير من الناس هيقرأوا القرآن مرة واثنين وثلاثة وهي يتباهو وهي يجو معك يقول أريدت القرآن كم مرة يا دوب ختمت مرة لا أنا ختمت ثلاثة هو يتباهب كده الحداشر شهر التنين والله ما فتح المصحف ولا قرأ صفحة واحدة أيهما أولى أن أقرأ كل يوم صفحة واحدة وعلى مضار العام كله علاقتي بالقرآن متواصلة لا تنقطع أبدا أصل القرآن وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة سواء هجر في التلاوة أو هجر في العمل فإذا أنا كرجل من أهل القرآن يعني أذكر نفسي وأذكر المشاهدين خلوا صلتكم بالقرآن صلة دائمة وخلي القلب بتاعك يتمتع والمهم إن أنا مش أحفظ كل يوم صفحة ولو خمسة سطور بس أقرأهم وأتمكن منهم فإن النبي بقول ما رأيت ذنبا أعظم ممن آتاه الله آية من الكرآن ثم نسيها فهجر الكرآن ونسيان الكرآن بعد تذكر دي من الذنوب العظيمة لذلك إحنا بنقول عشان نصل إلى الله تبارك وتعالى ونحن نتحدث عن الطريق إلى الله تبارك وتعالى أعظم الطرق القرآن فهو يرفع قدرك يتباهى الله بك أمام الملائكة كقارئ للقرآن ومتعبد بالقرآن وتتبتل إلى الله تبارك وتعالى لذلك قال القرآن واذكر اسم ربك إيه وتبتل إليه تبتيلا هل لا يكتفى بالذكر كذكر لكن القضية زي ما سيدنا النبي قال من ضل السبع الذين وظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني ألا في حلوته يبكي يعني ألا يكتفى به أن يبكي أمام الناس ربما فيها رياء ربما فيها حب ظهور وولا خيره لكن أن يبكي الإنسان على نفسه بين يدي ربه فالله إذا ما أراد أن يطفئ نار الآخرة لم يطفئها بماء الدنيا كلها إنما يطفئه بدموع البكائين هذه الدمعة لها عند الله قدر حين يبكي الإنسان ندما ألم يقل النبي ابكي على خطيئتك هذا البكاء أن يرى الله في الإنسان ندم على ذنبه على تقصيره على غفلته على هفوته أنه لذلك لا تنظر إلى حجم الذنب ولكن أنظر في حقي من أذنبت ما تقولش إيه عن الله الحاجة دي حاجة صغيرة لكن أنت عملتها في حق إمين أثرها إيه أثرها إيه يعني لذلك المتصوف بكاء أكثر الناس البكائين هو يبكي يبكي على نفسه يبكي على حاله يبكي على دنياه يبكي على ما فات في حق الله البكاء هنا ليس ضعفا لا لكمة العظمة أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله أن هذه الحسرة هي محاسبة النفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله واحد بيصلي قول ما احنا أمنا صلي هنا أنا أذكر مرة واحد من الدرويش اللي تتكلمي عنهم دون والله يا دكتورة أنا هذا الكلام مر عليه أكثر من خمسة وأربعين سنة وما زالت الكلمة محفورة في قلبي دخلت يوما بعد انتهاء صلاة الجماعة الرجل الرجل دخل علينا بعد انتهاء صلاة الجماعة فقال صلت الجماعة قلت له قال لي يعني خدتوا اللبن والإشطة ما بقاش فاضل لنا غير السر دا والحاجة دا الرجل الفلاح بقى بيتكلم عنه بلغة الايه بلغة الدرويش بلغة البساطة يعني احنا خدنا الإشطة واللبن والزوبة دي الجميلة كده بقي له الايه الشيء الذي لا يسمن ولا يغني من جوا ففي هناك ناس حرصون على صلاة الجماعة في أولها والتاني يقول لك لسه الوقت متسع والرسول قال من أدرك قبل العصر ركع فقد أدرك الظهر من أدرك قبل المغرب ركع فقد أدرك العصر آه عاوز يروح قبل ما الأداني أدن بديه عشان يلحى يصلي في الايه في الوقت الضعي هل يستوي هذا مع ذاك إذن فيه ناس بيتحاسب نفسها فيه ناس عارفة إن الصلاة على وقتها وفيه ناس يقول لك ما زال هناك متسع كلمي عم يديني دور طولة كمان يديني دور كتشينة يديني مش عارف إيه وقاعد بيله ويلحب وفي النهاية تضيع منه أوقات العبادة ثم لو ندم عمره كله لذلك من أفطر يوما في رمضان عامدا متعمدا لم يكفيه صيام الدهر كله وإن صامه وإن صامه لإنك فات منك فرط فرط عامدا متعمدا لكن الله أعطى رخص كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخر فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه لكن المستهتر في حق الله تبارك وتعالى لا يرضى الله عنه أبدا ونعم بالله ربنا يرضى عننا جميعا مولانا في قراء القرآن شيوخ هذه الأمة من المصريين وعلى مستوى العالم من كنت ترى فيه أنه درويش بمفهوم الكلمة بحلواتها بعلمها باتساقها مع الشريعة الإسلامية بمحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بمقامات الارتقاء في دراجات الزهد واحدة واحدة من المشايخ والله من القراء من كبار القراء من كبار القراء أنا كنت بشوف الشيخ مصطفى السماعين والشيخ محمود خليل الحصري الدرويشة بعنا يعني لما تنظري إلى سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري مش الناس النهاردة بتعترض على الدرويش دول في التمايل والآخره لم أجد قارئ يتمايل مع القرآن كما كان بقراء الشيخ محمود خليل الحصري انظري إلي وهو يقرأ هكذا يعني إحنا كقراء زعيين بنقولي الكاميرات واسبت نخليك في اتجاه الكاميرا ما تفكتش السيمترية مع الكاميرا واو الأخيره لكن سيدنا الشيخ كان يفكد كل شيء لأنه يتعايش مع القرآن بروحه فإحنا عندنا في جسد يتمايل وفي قلب يتمايل الذي يمين الجسد القلب إيه اللي خلي جسد يميل إذا مال قلبي فميون القلب يميل مع القرآن حيث مال هو يتعايش مع القرآن فجسده يبحر سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري الشخصية الدرويشية اللي كنت بشوف في شكله في تلوته في معايشته وهو يقرأ هكذا ما هوش وقوم في التلفزيون يعني طيب مين يعمل كده مين يعمل كده إلا إذا كان رجل درويش مع القرآن الدرويشة دي البسطاء والعوامل الناس بيعتبروها نقص في شخصية الله الإنسان لكن أنا باعتبرها كمة الارتقاء إنه يدرويش مع ربنا لذلك قالوا إيه في حق الجماعة المدرويشين دون سيدنا النبي قال كده قال لا يستحي أحدكم أن يسأل ربه شراك نعله شراك نعله أنا بقول يا رب مني لقصر وعاوز فلوس وعاوز صحة وعاوز منصبة أقوله والنبي يا رب رباط الجزمة تقطع أنا عاوز رباط الجزمة وهو شراك النعل هو الإيه رباط الحزاء لا يستحي أحدكم أن يسأل ربه شراك نعله بالله عليك لما أنا أبقعد في مجلس كده قدام الناس أقول له يا رب الجزمة تقطع إحنا عايزينك تبعت لنا حق رباط الجزمة عشان أربطها تب بالله عليك لما تسمعي الكلام ده من واحد تقولي عنه إيه أنت مختل فكريا هو الكلام ده يتقل ربنا نقول له بص كلما زاد الحب بينك وبين ربك رفعت التكليف فاتكلم ربنا في عظائم الأمور وفي صغائر الأمور مش كده حتى لو فقدت الإبرة الإبرة من إيدك تسأل ربنا يا رب الإبرة ده هتعايزين إبرة طب والشيخ مصطفى اسماعيل أنا ذكرت أنا ذكرت سيدنا الشيخ مصطفى لأن دول أكثر اتنين كنت بقرى فيهم الإيه في التمايل التمايل في القراءة طيب سيدنا الشيخ محمد صدق المنشاوي برضو يعني شفت الحركة دي يعني مش حتى برضو في الكاميرات التلفزيونية وهو برضو يقرأ مش عينه على الكاميرا ولا عينه أنه عاوز يتجمل ولا يتحل هو يختبئ في القرآن فيجمله القرآن ويرفعه القرآن ويحييه القرآن ويرى في نفسه التنمك والجمال والحلاوة كلها في أنه يوصل معاني القرآن للناس هي دي بقى الدروشة مع القرآن أنا بحب دايماً أن أنا أثناء القراءة حبش أنظر في وجوه الناس بتغمض عينك دايماً أشوفك حب دايماً ليه؟ لأن كأني أرى الآية مكتوبة أماني وكأني أتزوقها وكأني أمشي معاها في خط السير بتاعها ربما ارتفعت يدي ربما حدست مني حركة جسمانية فيها انتفاضة تب ما هدي تعبيرات كما يحدث للدرويش البسطاء تب ما بيحدث لعظماء القراء وللأفاضل تسمحيني بقى أقولك بقى أكثر واحد من علمائنا ومشايخنا اللي بنقتدي بيهم سيدنا الشيخ شعراوي رحمة الله سيدنا الشيخ شعراوي كانت تلاقي رجلهم تتحرك وجسمه كده بص الحركات دي كلها مش سهلة وكأن العلم هو الذي يحركه وهو الذي يتعايش معه بتشوف الكلام ده وأنا بمثلك عشان الناس تعرف لما بنضرب مثل احنا بنقول دول علمائنا وقادتنا وبنقتدي بيهم علم وقرآن وبنديل لهم بالحب والوفاء والولاء من غير ما نصنفهم لسوفية ولا درويش لكن احنا شفنا الصفات دي موجودة فيهم من غير ما يقصدهم ومن غير ما يصنفوا ما يصنفوا فكلما التزم الإنسان بيقول عشان أوصل لربنا أتخلي ثم التحلي أتخلى عن المعاصي ثم أتحلى بمقارم الأخلاق وبكريم العبادات فأصد إلى الله تبارك وتعالى فيلبس من الله تبارك وتعالى حلة الكرامة حلت الكرامة كراماتك كانت فيه يا شيخ عبد الفتاح كراماتك أنا ليس لي كرامات لا ربما أنا لا أرى لنفسي كرامة والرجل الذي يرى لنفسه كرامة هو بغير كرامة يراها الناس فيه ماذا قال الناس عن كرامات الشيخ عبد الفتاح في القراءة أو في التلاوة في القرب منك في إدعيلنا يا مولانا في مثل هذه الأمور ربما لو ذكرت هذا الكلام فيصنف على أنه رياء لا أبدا يصنف على أنه تفاخر وأنا أقل من ذلك بكثير لكن أقسم بالله عندي الكثير والكثير والكثير من الكلام الذي أتمنى أن يدخره الله لي في صحيفة يوم الكيامة وأن يكون هذا الكلام شافع لي بين يدي الله تبارك وتعالى ونأهن بالله كثير من الناس ورب الكرآن وأقسم بالله يروني مع رسول الله ويبلغوني سلام رسول الله عليه السلام آخرهم اللهم أسهل يعني هذا الكلام يجب أن يكون في القفاء حتى لا يبطل سره لكن أنت حضرت يتعلم الناس منك سألت سؤال وأنا يعني قال رأيت في رؤية أن أنك تقرأ وأنا أجلس مع رسول الله الشخص اللي بيحكي الصوت يأتي من من أعلى ورسول الله يسمع عليه الصلاة والسلام فلما انتهيت من التلاوة قال أبلغني رسول الله بالسلام إليك عليه الصلاة والسلام قال أبلغ سلامي لعبد الفتح ثم انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدت زحاما شديدا فأخذني الفضول شخص اللي بيحكي قال وجدت زحام فأخذني الفضول إن أنا أشوف الزحمة دي على مين فوجدت بشر كتير جدا اتلمم حوالين حد فذهبت أنظر فوجدتك تجلس بجوار رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح يده عليك والله الذي لا إلى غير لما قيلت لي هذه الكلمات قلت لنفسي من أنا الكلام ده أكبر مني وأنا أحقر وأقل وأصغر من ذلك بكثير لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه الرؤية نصيب وأن يجعل حبنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم موصول فهل بتلاوة الكرآن هل بحبي للرسول الله هل بكثرة صلاتي وسلامي على رسول الله كل هذه أشياء من أراد أن يكون موصولا برسول الله فالنصلي على رسول الله صباحا ومساء فقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى علي ألفا حرم الله لسانه على النار وفي رواية زحمت كتفه كتفي على باب الجنة فالأمنية ديك مش بعيدة على أي إنسان اللي عاوز يكون في معية رسول الله فليحب رسول الله وليكثر عليه من الصلاة فصلاة رسول الله تفريج لكل هم ولكل غم ولكل كرب تصلك برسول الله فهناك من يذهب إلى رسول الله ليزوره وهناك من يزوره رسول الله وهو على فراشه وسديره عليه الصلاة والسلام تتللنا ختاما فيما جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصوص القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وداعي الكافرين والمنافقين ودغ أذاغم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وعكيلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا شيخ عبد الفتاح شرقت أنوارك ونورتنا وأسعدتنا وكل سنة وحضرتك بخير وطيء شيء عظيم إن حضرتك تخدينا إلى طريق الله تبارك وتعالى والفكرة الجميلة اللي بتربط قلوبنا وقلوب محبيك ومستمعيك ومتابعيك من خلال هذا الشهر العظيم اللي بنفتح أمامهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى لا نسمع ولا نتسمع لأحد ولا ينكر أحد على أحد ما يفعله مادام يقصد به وجه الله تبارك وتعالى الطرق مفتوحة الطرق موصولة الله يمد يده إلى عباده ليأخذ بأيديهم إلى مرضاته وجنته لا تنظروا إلى المثبطين للعزائم فإن الله يقول وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيمة يعني الطبور الخامس ده موجود من أول منازل القرآن ناس تستكسر على الناس يا عم تبشي نفسك يا عم تشغلش بالك لا نسغل أنفسنا بما ينفعنا في الدنيا والآخرة سائلين الله تبارك وتعالى أن يجزيك خير الجزاء وأن يجزينا عن القرآن خير الجزاء وأن يستخدمنا فيما يرضيه عننا وأن يستخدمنا في الأخذ بأيدي عباده إلى مرضاته وجنته إنه على ما شاءه قدير أشكرك على هذا اللقاء الطيب شكرا جزيلا مولانا الشيخ عبدالفتح طاروتي علم من أعلام التلاوة القرآن الكريم في أم الدنيا وفي كل الدنيا أشكر حضراتكم على المتابعة وإلى متح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ذكر الله دائما نسير كونوا معنا في مملكة الدراويش أنا الصب المتيم في هواكم يا أحبابي وقلبي في رضاكم هو شجوني أنا المحب والمحبوب سراً وإعلان أنا العاشق الماشوق نعم إليكم يا أهل بيت المصطفى أنا الصب المتيم في أواكم وقلبي في رضاكم هو شجوني قلبي أنا في رضاكم هو شجوني قلبي وقلبي أنا قلبي أنا قلبي في رضاكم هو شجوني رضاكم هو شجوني أنا قلبي أنا قلبي أنا قلبي LGBT أنا قلبي أنا قلبي أنا قلبي أنا أهلة قومات إن جدون وقفت بباب وقفت بالباب أنادي على الأحباب وقفت بباب حي قموس حير أنادي وأنادي يا آل قومي يا آل قومي إن جدوني ويا آل عشيرتي إن مت وجدا فمن ماء المدامع غسلون إلهي وكنت أناجك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فشغلي بذكرك عما سواك وأنا الذي أنت أهل له فكشفك للحشب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك أشتغف شوقاً شوقاً وشوقاً لقرب الخليم ولكن لك الحمد فينا وذاك